تشترك المرأة مع الرجل في الكثير من المسئوليات والتكاليف الدينية وذلك لأنهما خلقا من نفس واحدة قال تعالى بالإضافة إلى كونهما في مرتبة واحدة من الناحية الإنسانية عنده سبحانه لذا ساوهما في الأجر والثواب قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وتقع على عاطق كل منهما مسئوليات كبيرة أهمها مسئولية التمهيد للظهور المبارك هنا في هذا التقرير سنعرض وظيفة المرأة ومسئولياتها في التمهيد للظهور المبارك وظيفة المرأة الممهدة تنقسم إلى محورين أساسيين هما بناء الشخصية الممهدة وإصلاح الآخرين في المحور الأول وهو بناء الشخصية الممهدة لا بد فيه من جانبين الجانب العلمي والجانب العملي أما الجانب العلمي فإنه يجتمل على أولا معرفة إمام العصر عجل الله فرجاه فقد ورد عن الإمام الصادقي عليه السلام أنه قال يا فضيل اعرف إمامك فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه ثانيا الثبات على العقيدة الصحيحة وترسيخ الموالات لأهل البيت عليهم السلام ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال والذي بعثني بالحق بشيرا ليغيبن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مني حتى يقول أكثر الناس ما لله في آل محمد حاجة ويشك آخرون في ولادته فمن أدرك زمانه فليتمسك بدينه ولا يجعل للشيطان إليه سبيلا بشكه فيزيله عن ملة ويخرجه من ديني أما الجانب العملي ويتلخص في ضرورة قيام المؤمنة الممهدة بجملة من الأعمال منها أولاً أداء الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وأخلاق ثانياً توطيد العلاقة بإمام الزمان بكثرة التوسل به والمواظبة على الدعاء لفرجه والشعور بحزنه وآلامه ثالثاً العمل على تطوير الذات والسعي إلى النجاح بل والإبداع والتميز قدر الإمكان رابعاً القوة والشجاعة حيث إن مهمة التمهيد للظهور تشتمل على مصاعب وتحديات وإغراءات أما المحور الثاني فهو الانطلاق لإصلاح الآخرين من خلال عدة أمور أولاً تهيئة القاعدة المنتظرة من خلال غرس روح الانتظار في الأطفال منذ الصغر عن طريق حسن تربيتهم ثانياً نشر علوم أهل البيت من مكانها سواء في البيت أو الجامعة أو العمل ثالثاً الدفاع عن الدين والمذهب من خلال الرد على الشبهات فالسيدة زينب عليه السلام لم تكتفي بعفافها وإيمانها فحسب بل تصدت للباطل ودفعت شبهات الطغاة الذين عملوا على تحريف الدين وإلقاء العقائد الفاسدة في عقول المسلمين وكذلك يجب على المرأة المؤمنة أن تذود عن دينها وعقيدتها وتدفع الشبهات التي قد ترد عليها بالسبل الممكنة والمتاحة لها وأخيراً التمهيد للظهور واجب علينا جميعاً لذا فلنسعى كل من مكانه لنمهد لإمام زماننا عليه السلام ونسعى أن نكون من أنصاره وأعوانه